موسيقى مساء الخير أعزائي المشاهدين مساء الصحة والجمال على أم العيال و أبو العيال و كمان العيال أهلا و سهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا على إيدك اتعلمنا نتمنى إن شاء الله إن حلقتنا اليوم تحوز أعجابكم و نناقش فيها قضية مهمة من قضايا المرأة و قضايا المجتمع اللي إحنا دايما بنحب إن إحنا نركض دوق عليها علشان نستفيد منها كل المجتمع بإذن الله في بداية حلقتي أحب إن أتوجه بالتحية لزميلة أستاذ مجدي شاكر أهلا و سهلا أستاذ مجدي أهلا بحضرتكم الأول أهلا بحضرتكم أهلا دكتورة إنه يمكن النهاردة عندنا موضوع شاك جدا وأعتقد إنه بهم كل أسرة و موجود في كل بيت و في كل شارع وأعتقد إذا لقنا له حل أعتقد الدنيا تبقى أفضل كتير يمكن أنه نهاردة مصار جدا يمكن موضوع البنت راشد اللي حضرتك فاكرها من الأسبوع اللي فاتت فتاة المعادي و في بنتين فرشيد فالموضوع ده يعني بأعتقده مهم و حتى ما ترحت على حضرتك تحمسي جدا للفكرة و يعني فكات موضوع من الأسبوع مهم فأرجوكم يعني إيه تجاوبوا معنا على صفحة طاعتنا على الفيسبوك على إيدك تعلمنا و على التليفات اللي ظهر على الشاشة و هترك الدكتورة ميرفة تكلمنا عن القضية اللي هنتكلم عليها نهاردة القضية اللي هنتكلم عليها نهاردة أعزائي المشاهدين مشاهدين قناة الصحة والجمال و مشاهدين كل قنواتنا في كل أنحاء العالم هي قضية تخص كل إمرأة هي قضية العنف ضد المرأة طيب إحنا في البداية خالص أحب أننا أوجه كلمة للمرأة تخص كل إمرأة يعني أحب أننا أعرف كلمة مهمة جدا ما هي المرأة عزيز المشاهد هي ذلك الكائن الجميل اللطيف الرقيق الضعيف الذي تتحمل ما لا تستطيع تحمله الجبال والتي تحب بكل ما تحمله الكلمة من معاني خلقها الله سبحانه وتعالى لكي تساعد الرجل في كل مهام حياة لكي تعمر الكون وتعمر المجتمع خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون الشمس التي تمدنا بالدفع والقمر الذي ينير طريقنا في مقولة أعجبتني أريطها وأحب أن أنا أقول لحضركم مقولة إعلامية عن رواقع المرأة المرأة تواسي وهي مهمومة تداوي وهي مجروحة تزهر وهي متعبة تحزن مع من لا تعرف تتحمل أحكاماً مسبقة بدءاً بشكلها وملابسها وانتهاءاً بكونها أنسة تصبر على بعد معيلها الذي قد لا يصبر مثلها من رواقعها أيضاً أنها الأم والأخت والزوجة والابنة والحبيبة هي رائعة لأنها ممكن أن تكون لنا وطناً إن عارفنا مفاتيحها وأحسننا معاملتها وصبرنا على تقلبات مزاجها ومع كل هذا الضعف وكل التضحية اللي بتقدمها المرأة للمجتمع ولكنها للأسف الشديد بتتعرض لأنواع كتير جداً من العنف هتكلم مع زميلي أستاذ ماجدين نهاردة إن شاء الله على أشهر أنواع العنف اللي بتتعرض له المرأة في مجتمعنا المصري أو مجتمعاتنا الشرقية بصفة عامة أتفضل يا أستاذنا والله يا دكتورة مرفض أنا عندي مشكلة غريبة جداً لما بدأت نحضر الحل ألاقيت إن 91% من السيدات في مصر تعرضوا العنف سواء بطرق مباشر أو غير مباشر ودي نسبة مذهلة أنا بس قبل أن نبتدي عايزين بس نعرف الدستور المصري اللي هو بيسموه اللي خدت منه كل القوانين الدستور المصري ده مهم جداً لأنه على أساسه أي قانون حضرتك بتعمليه هو جاي من هذا الدستور فالدستور تخيالي فيه أربع مواد فارقين بالنسبة للمرأة يعني المادة الربعة من الدستور المصري اللي المفروض كل القانون بيتيج عليه بتقول المواطنين أمام القانون سواء يعني سواء رجل أو سيدة نعم ما فرقش ما بينهم بصرف النظر عن لغته ودينه وجنسه وعقدته يعني حتى لو هو في نفس الدين وعقدته مختلفة ما فرقش المادة جات المادة 8 قال كده تكفل الدولة حرية المرأة والراجل بيتساوة المادة 10 و 11 قال برضو كده بتكفل الدولة حتى بتوفيق بين المرأة العاملة سواء في مجال عملها وبين الأسرة يعني زي ما بقولي بالداز اللي هي الثلاثة وشرب الحمل واللي هي بعد الولادة واللي هي تاخد أجهزات مثلا بدون مرتب فهتى الدستور نظام للمادة هي 8 و 14 و 11 نظم الموضوع ده قالك بما يتوافق مع الشريعة لكن احنا بنلاقي فيه عمف كتير جدا وحضرتك قلت تعريف وحنا عندنا أربع عمف عمف هقولهم لحضرتك وحضرتك هتفصلنا بس الأول يا أستاذ مجدي قبل ما ندخل على أنواع العنف عايزين نعرف معنى العنف إيه هو العنف؟ العنف هو أي إذاء نفسي أو جسدي أو أي معاناة تقع على المرأة وبيكون بسببها الشخص اللي هو غالبا الزوج أو المجتمع هذا الزوج ممكن يكون عنده خلل نفسي وأنا باعتبر أنواع العنف ديت أو العنف اللي ضد المرأة نوع من أنواع انتهكات حقوق الإنسان ونوع أيضا من القوة غير المتكافأة بين المرأة وبين الرجل يعني أنا حبيت أن أنا أوضح للمشاهد إيه هي معنى العنف بصفة عامة أن إحنا قلنا طبعا أي إذاء نفسي أو جسدي يقع على المرأة وعندما تعريف حضرتك البسيط أخران أنا باعتبره رائع أنها قوة غير متكافأة بين قوتين قوة رجل وقوة سيد ما فيش طبعا مقرن وبالتالي ده أعرف يعني أبسط تعريف لكن العنف طبعا له أشجال اللي هو المباشر الناس مفكرة أنه واحد يضرب مراته هو ده العنف والله أبدا ده العنف جسدي وفيه منه نفسي وفيه منه جنسي وده نها شايفينه كتير جدا ومنه اقتصادي الراجل اللي بياخد مصروف مرتب مرتب مراته ويصرفه ما دونه عمال العنف الراجل الإذائي البدني ده عنف ما أقول للبنت مثلا في الشارع أنا أسف يا مثلا يا تخينة أو كده الأسف يا دكتورة وحضرتك أكيد عارفة أن عندنا مشكلة أننا من أول من البنت العرف القانون يعني من أول من البنت تولد لها مشكلة يعني مجرد ما الست يقول له ده حمل في بنت بقى كارثة دي كارثة ومصيبة هتتعنينا مثلا خيب قوي بنبتدي من البداية خالص من أول حمل المرأة في بنت يقول لك إيه يحصل لها اطهاق ممكن دي تطلبها كمان بالاضطهاق طبعا وبعدين يبدأ مشكلة بقية المثل الشعب اللي بيقوله يمخلف البنات يا حزينة حتى الممات نبدأ نعنفه كأنها هي المسؤولة عن خلفة البنت وكأنها هي المسؤولة تبدأ البنت تولد يعملوا عملية ختان ما هو ده عنف ده النوع من أنواع العنف وتعرضت منه كتير للبنات لحالات نزيف وحالات وفاة بالتأكيد تبدأ البنت تكبر مشكلة بالضبط بس طبعا المجتمع حارب هذه الظاهرة لكن فعرف فبعض الأجزاء وتقريبا أضع عليها تيجي البنت مثلا تكبر شوية تطهد من أبوها أخوها وكده وبعدين المثل برضو يقول لك تكسر لها ضلع يطلع لها 24 وكأن البنت كل اللوم وكل القسوة وكل العنف وواقع على المرأة فقط لغير جاءت شطرة في المدرسة اللي يحصل لها أنت هتتعلمي ليه ما أنت هتقعدي في البيت خايبة في المدرسة أنت خايبة ليه يعني هو بنفسك تيجي تلبس مداري ملحلحة زي البنات تيجي تلحلح وتلبس كويس ما هي السبب في التحرش فهو أنا آسف هو بيلومها في كل أوضاعها أيوة أيوة بالضبط كل اللوم وقع على المرأة طبعا هو أنواع العنف يا أستاذ مجد حضرتك عاوز تقول أن فيه عنف أسري اللي هو بيتم بين الزوج والزوجة والأب والأم والله ده من خلال الأسرة لكن اللي هو العنف الزوجي اللي هو بيتم بين الزوج والزوجة اللي هي أي إساءة بيوجهها الزوج إيه لزوجته من سب أو ركل أو ضرب أو استهزاء استهزاء أو بشكلها بجسمها ومعرفش أن السبب في جسمها ده ممكن يكون الخلفة والنظافة يعني أنها جزء من تكوينه أيوة أيوة يعني إذن الزوج دايماً بيوجه لزوجته اللوم بيعنفها على أي شيء بطريقة قاسية جداً بتتابع حالتها النفسية ممكن كمان يستولى على راتبها بغرض أننا اللي هصرف على البيت ما بيدهاش حقوقها المالية الكافية ما بينفقش عليها بالدرجة المطلوبة كمان ممكن يمنعها من العمل وده نقطة وده مشكلة الأجد ممكن يمنعها ممكن تزور أهلها في واحدة يتحلف عليها أهلها أيوة أو ما تجمش أصدقائها أو ما تخشش على الفيسبوك يعني ممكن يمنع حتى حتى وسيلة تواصل الاجتماع ممكن يمنعها خالص يعني يمنع عنها أي شيء يبقى إذن ده طبعاً تعصف وقهر بيمارس الزوج على إيه على زوجته طبعاً وفي أنواع مختلفة فقط في المجتمع من ممارسة العنف ضد المرأة نكلمنا على أنا بس دكتورة نفسي نفسي حضرتك عارفة العرف دايماً العرف عندنا الأقوى شوية أقوى من القنون الدولة ممكن تحطه مئة ألف قنون لقنون العرف بمعنى مثلاً تيجي الست مثلاً إيه يقول لها تيجي فشلت في حياتها وعيزة تطلق يبدأ مشكلة إيه هو أحسن من غيره واستحملي عشان ولاديك استحملي عشان المركب تمشي واستحملي عشان الأولاد وليه ليه دا كله يعني فيه فيه مثل بيقول من أمن العقاب أساءل أدب من أمن العقاب أساءل أدب يبقى أنا لما دايماً أسيب الفرصة للزوج أنه هو يتعدى على زوجته أو أنه هو يدربها بتروح الإسم بتروحش الإسم يبدأ يقولها ما تبهدليش أبو عياني في أغلب الأحيان ما بتروحش طبعاً وإذا راحت بعد شوية يقولها هتنزلي يعني تخليل يا حضرتك اكتشفت إن 47% ممكن يروح يمالهم لكن 12% منهم قالك بتنزلوا عندنا يقولك خلاص يعني ممكن بعد ما تتمع المحضر ما ينفعش وما ينفعش مجتمعنا وقصولنا وعادتنا وكل دا بجالة بالناس دكتورة فاهمت دين غلط للأسف أيوة أيوة طيب معناه طب احنا عاوزين يا أستاذ ماجدي نعرف رأي القانون ده مهم جيد او ايه المجتمعنا او التشريعات او القوانين اللي سنتها الدولة علشان تحمل مرأة من هذه الظاهرة معنا على تليفون الدكتورة سلوى المغربي محامية ونشطة في مجال حقوق والمرأة اهلا وسهلا يا دكتورة سلوى اهلا وسهلا دكتورة ميرفاة ازاي حضرتك ازاي حضرتك شرفتنا في البرنامج دكتورة اهلا وسهلا يا دكتورة منورانا ومنور الشاشاء ودكتور مانتي منوروا الموضوع حضرتك اتشرفنا بك في البرنامج دكتورة حضرتك سمعت معنا لعنوان بتاع الحلقة اللي هو العنف ضد المرأة اه طبعا والموضوع انا متبعت وايض جدا وحبا من الدراسات متخصصة كتير جدا عليه فيعني الموضوع من الموضوع المهمة جدا اللي شغالين عليه في مراكز الدراسات المتخصصة طبعا ايوة بالزبط فبقول لحضرتك ان الجريمة طبعا اللي بتتعرض بيها السيدات او النساء بشكل عام يعني نعم شيء موسيق شيء سيء بالزبط يا دكتورة اه ودلوقتي انواع العنف اللي بينتج عنها ضرر بالضحية فكان عنف بدني مثلا او نفسي او جسدي نعم والجريمة نفسها بتاعة العنف ضد جميع النساء في الاسرة من زوجات بنات اخوات مقيمات شركات في سكن اوه احنا مفيش سيطرة عليه بس القانون طبعا معانا القانون راضع ايوة احنا عايزين نعرف القانون عمل ايه للمرأة يا دكتورة سلوى يا فندم القانون يعني شدد من العقوبة فاي حد بيصدر منه جريمة تجاه المرأة سواء كان ايا كان طريقة العنف سواء كان العنف دوت عن طريق السمع او ازاء نفسي او جسدي زي ما انا قلت في حضرتك في الاول والنسلطة التقديرية دايما بترجع للقاضي بس القاضي طبعا بيكون قدامه شواهد كتير بيخكم فيها طبعا والجريمة ممكن توصل للحبس طبعا لو سمحت يا دكتور سلوى يعني انا عندي بس سؤال ليكي باعتبرك كان نشطة في حول مرأة يعني محمية هل القانون الاحوال الشخصية رقم اللي هو 209 زي ما قريت بيدي الحق للزوج او للأب يعني بيسموه الضرب المعتدل لتربية الزوجة وتربية الاطفال يعني هل الموضوع ده صح مادة في القانون كده في الاحوال الشخصية 209 يعني من حق الزوج يضرب مراته رسول عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن اي شرائع فهي الشريعة الاسلامية هي اللي تعوم يعني ومستمد منها القانون طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيحب يعاقب بالضرب ازاي فاندف يعني ما ليش ده يعني الرسول عليه الصلاة والسلام على عيني وراس انا القانون المصري بقول ايه في القضية دكتورة هل من حقه هل الزوج لو ضرب زوجته القانون بيعفيه من جه بتبقى جل حوالي جناي على الان المقررة للجريمة تدرج من الحبس مدة لا تزيد عن ست شهور ولا تقل عن شهر وغرامة مالية بس يعني لو قصرها رجليها وإيديها يدي له ست شهور ست شهور حبس وغرامة مالية بس ولقوبة الحبس كمان بصورة وجوبية في حالة ان هو رجع تاني ايو يا دكتور اه شكريني يا دكتور شكرا يا دكتور يا سالو المغربي محامية ونشطة في مجال حقوق والمرأة شكرا حضرتك شوف يا دكتور دي مش ممكن يعني هو لو حالة الضرب يعني من ثلاثة لست شهور من ثلاثة لست شهور يعني ممكن يقصرها كلها مثلا يعني طبعا أنا مزهول لا يعني احنا عايزين نقول ان احنا الدولة والمجتمع بياخد حق المرأة وبيجرم الرجل ضد تعنيفها وضد ضربها وفي النهاية طبعا احنا بنتكلم على فكرة احنا متأكدين ان المرأة واخدى حقوقها كافة من قبل الدولة ولكن احنا بنناقش اللي هي مشاكلنا احنا كنشقة المجتمع نفسه وثقافتنا الزكورية نفسها ده اللي احنا بنناقشه اه انا بس دكتورة حكاية الفن دايما نزبوله الفن اميرانيات المجتمع ايه لو تتكر افلام الاربعينات لغاية السبعينات كانت المرأة حتى بتظهر في الافلام ذات قيمة انما للأسف ده مش حافظة دلوقتي المرأة بتظهر للأسف شرب ورأس واعتبر ان المرأة هي جسد يعني دلوقتي الفن بيعمل المرأة فمعظم الافلام لازم بتظهر يعني عاسف رقصة او جسد فقط فالفن يعني بيسمونه طبع لذلك اغنى المهرجنات لذلك بتشاف عمف الشرع للشباب دلوقتي مع اغنى المهرجنات مع العري اللي بحصل في المهرجنات مع الافلام للأسف وممثلين على عين وراسي وابرازهم طبعا اتمنى انه يعدل من الموضوع شوية محمد رمضان وغيره للأسف والألماني ومش الألماني فاحنا بقنا المجتمع للأسف مجتمع لذلك بناشد ارجوك يا فنانين نرجع للفن فرأي ايه حضرتك في المفهوم ده لا هو طبعا الفن اكيد بيراعي القضية المرأة والدراما المصرية نقشت حاجات كتير جدا ولا ونقشت القضية ديته وبالفعل وجدت لها حال انا قلت لحضرتك يا أستاذ مجدي المشكلة فينا احنا كنشأة في المجتمع طيب يبقى اذا الدولة ما اصطرتش في حق المرأة من ناحية القانون طب من ناحية الدين معانا على التليفون الدكتور فاضلة الدكتور أحمد حسن بكلية أصول الدين جامعة القذر أهلا ونسلام بحضرتك يا دكتور أهلا ونسلام حضرتك ودكتور مربك وتحياتي الحضرتك الله يخليك يا دكتور والدكتور مجدي أحياتي عزتك ونقشم في البداية على البداية القوية والمجيحة للدمانياتكم عليك انعلمنا مرسيل حضرتك ليس بإمكانكم الخائية عدد من الخضاء المجتمعية المهمة اللي محتاجين نعرضها ونبحث لها عن هلاج للقضية السلبية منها الخضية اللي بالنقشة عن هضف خاليتكم هي قضية غاية الخطورة وهي قضية العنف ضد المرأة لو حدنا نعرف مركف الدين مرأة يديل يا دكتور مركف الدين من العنف مركف الدين من تصوره لمرأة ثم نكون مركف الدين من العنف ضد المرأة العنف حضرتك زي ما حضرتك ذكرت هداية الحلعة هو أي سلوك يؤدي إلى أذى الإنسان لنفسه أو لغيره سواء كامل أذى عضوي أو نفسي أو مجتمع أيها دكتور أما التصور الإسلامي لمرأة فأنا أحب أن أشكر حضرتك على الكلمات الرقيقة اللي حديك ذكرتها في تعاية المرأة في أول الحلقة فهي ثالة من المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي البنت والأخت والثالة والعمة والبتة وهي الجارة وهي زمياتك العمل كل شيء وهي رئيسك في العمل أحيانا وهي المعلمة نستأملها على أبناءنا وبناتنا موقف الدين يا دكتور رحمة دوسان موقف الدين وهي المهندسة فإذا كانت المرأة هو ده تصور الإسلام لها فالإسلام يحرم ويعنيت أي صورة من صور العنف ضد المرأة أيوة بالضبط يا دكتور لأبناء يا دكتورة مربة أستاذنا العزيز أستاذ مجلو نعم إن الإسلام قبل ما يجي بعثة المدينة صلى الله عليه وسلم كان كل أنواع العنف موجودة ضد المرأة كل أنواع العنف أيوة بالضبط يعني كان فيه عنف معلوية إزاي عنف معلوية في إنجل إن كان ريزر إلى المرأة ولأنها شيء من متاء البيت شيء زي أي شيء من أساس البيت وعنف اقتصادي إنه طب تحرم من المراس وإني ما كانت لها أي اعتبار مدي وعنف يصل إلى عشده في وقد البنات فالإسلام يعني حرب كل أنواع العنف بيت طب قبل ما الإسلام جيد في حرب الأنواع العنف دي طب إحنا ليه بنشيب شرار العنف وأكتر الأحوادث تصل إلى عنف ضد المرأة بيودي بحياته إيه اللي بيوصلنا لديه بيوصلنا لغياب منزومة الانواع في المكامعة فهنا محكبين جدا إن إحنا نعيد القيم إلى المصابيات الحقيقية عشان ترجع المرأة لمكاناتها العظيمة التي أستفها لها الإسلام يعني الإسلام حرم العنف ضد المرأة يا دكتور وأعطى للمرأة كافة حقوقها مظبوط كده ألف شكر لحضرتك يا دكتور وإحنا طبعا عايزين حلقات وحلقات عشان نتكلم في الموضوع ده شكرا للدكتور أحمد حسن بكلية أصول الدين جامعة الأزر ألف شكر حضرتك يا دكتور دكتور أحمد أشار لقطة مهمة المراس والأسف إنه هناك بعض الناس حتى الآن البنت يقولك عشان المورسة مايروحش لغير العيلة ده نعم العنف وأنا أعتبر عمفهم جدا يروح مدينة مبلغ ضعيف جدا وزكات لها أرض ده إذا تدوها يا أستاذ ماجد وروح بأرفاع عضية عددك سنة 2-3-4 فأنا أعتبر موضوع المرأس ده رغم أن الدين حدده وقال للذكر مصدحة الأنسان لكن للأسف هناك بعض الناس عشان ما تنشل الملكية إحنا المشكلة إحنا بس الدكتورة موضوع مهمة جدا دلوقتي وضع والمرأة دلوقتي إحنا عايز بس تحصل سير العمر فلما المرأة يتعرض العمر سواء في بيت أو في الشارع إيه اللي هيحصل على المجتمع المجتمع إيه اللي هيحصل على أولادها النفسي أعرف الأولاد الأولاد لي بقى زي بقولوه عليهم بقى للأسف بقى عندهم عمر في جديد الأول يا أستاذ ماجد إحنا نقول إيه اللي يحصل على نفسيتها هي ما هي الأم أو الزوجة هي اللي بتربي ما كانش نسط المجتمع المجتمع كله طبعا ده بينعكس على حالتها النفسية بتثقت سقطها بنفسها بينعكس أيضا على حالتها الصحية معنا تليفون باشمانس حسن من السعودية أهلا ونساني باشمانس السلام عليكم عليكم السلام أهلا ونساني نورين الحلقة وموضوع هذا جدا وأنا فعلا سعيد المدخل معاكم لأنكم بتتكلموا في المواضيع بتميد وجدان الأسرة المصرية بكامل انتماءاتها وأضياطها أكيد يباشمانس بس اسمحوا لي في دقيقة واحدة بس جدا اتفضلي باشمانس في عجالة لو سمحت يباشمانس عشان وقتنا لأنني أحيي القوات المسلحة المصرية أه أكيد طبعا وحيي قاداتها الذين خططوا للمعركة وأحيي طبعا طبعا الذين نفذوا بنار والدم لذا يتظل رؤوسنا عليها بعد أن كانت جناؤنا خفاقة وكانت تنزف الدم والألم والمرأة تحية طبعا لكل جيشنا وكل حكومتنا ورئيسنا طبعا الغالي نعم لتظل مصرنا دولة ساتية أبية قوية في ظل فخامة الرئيس عبد الفتاح حسين خليل له مننا كل التقدير واللي احترموا الحب إن شاء الله يا فانت الموضوع الهام جدا وحاوق جدا أنا عايز أقول المرأة كرمت من أيام شعرقنا للموجودين لما قالوا لأن المرأة بتمثل زرجة وبتمثل الأم وبتمثل الوضاع بتمثل كل شيء في المجتمع يا باش موانس هي المجتمع كله تمثل كل أطياف المجتمع وعشان كده الشعر لملأ الأمة مجرسة إن أعدادتها أعدادت شعر ومجيب الأعراق بالضبط ولما لا وقال الرسول عنها في حكة الوضاع استوصوا بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير ورفقا بالقوارير آخر شيء قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام شو كان يا باش مر وهذا ما قاله الرسول فما بانك رب العزة سبحانه وتعالى وقد قال قرآن يتلى في سورة النساء سورة سمات بسورة النساء بعد فاتحة الكتاب والبقرة وآل عمران شكراً حضرتك يا باش مهندس وشكراً على رأيك نشكرك طبعاً وإحنا مع باش مهندس حسن في تأييد الكوات المسلحة وإن هي طبعاً إحنا في شهر تحية مننا لكل الكوات المسلحة المرأة المتعرض للعوم فعندنا مشكلة اقتصادية واحد يقول لك على لقتك الاقتصاد الستة لقتنا حصل لمشكلة في بيتها تروح الشغل نعم زي بقولها تقريب كل ما فيه مشكلة مش هدرت الشغل جيد نفسية مش مرتاحة طبعاً لو بتقدم خدمة ليه وليك مش هتقدمها بصورة جيدة طبعاً لو هي بتتعامل في الشغل كفاءتها في الشغل لو بتلت أسر عن ناحية كفاءتها في التربية بالضبط كفاءتها كزوجة كفاءتها مع المجتمع وفي كعملها يبقى أنا لازم أقدم للمرأة كل الاحتواء وكل الحب وكل التأدير علشان تقدم مين بقى دكتورة اللي يقدم كل أفراد المجتمع كل أفراد حتى الأولاد في الأسرة لازم يقدموا لأمهم كل المساعدات وكل التأدير وكل الاحترام طيب الأولاد هيعملوا كده إزاي لو هم شايفين الأب بيعملها معاملة سيئة يبقى لازم رب الأسرة الأول يهتم بكل العدل العدلي طبق الإسلام يهتم ببناته ما يحجرش على أفكارهم زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت يعني ندل المرأة كافة حقوقها علشان هي كمان تقدر المفروضة عليها بعدين في الآخر المرأة كائن ضعيف رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير أنا بس يا دكتورة عشان حلقتنا تبالاها لها نهاية واحد يقول لك انت جبت مشكلة إيه الحل هنحلها إزاي حلها جماعة فيه طرق كتير للحل التفاهم والتعليم دايما هتا ما يكون اتنين متعلمين فعندهم يعني أرضية مش شرقة وبقدر يتكلموا اتكلموا مع بعض يعني دايما أي مشكلة أرجوكم اتكلموا مع بعض لو فيه تعليم جايد فيه مناك تعليم بنعرف أولادني عن العنف وتأثيره ما تخافشي ما تخافيش أرجوكي قولي مشكلتك وروح يا أرادي مشكلتك مش الدولة بتعمل قانين فقط لكن أنا همني ان الناس كلنا كلنا زي ماقوله منظومة عشان تنجح ان المرأة زي نجحت هتبقى الأسرة كلها بسعادة وفناء المجتمع كله المجتمع كله هيكون ناجح بإذن الله يبقى احنا لازم نغير فكرتنا وننزعها تماما من المجتمع اللي هي الفكرة الزكورية اللي هي التسلط على المرأة وتعنيفها لازم ندي المرأة كل احترامها وكل تبجيلها وعلشان هي كمان تقدر تقوم بعملها على أكمل وجه في المجتمع وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اللي قال وعاش بسم الله الرحمن الرحيم ومن أياتي انقلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ورحمة لازم ناخد بالنا من كلمة رحمة نرحم المرأة عزيز الرجل عزيز المجتمع نرحم المرأة اللي هي نص المجتمع والمجتمع كله وبوجه كلمتي كمان لعزيزتي المرأة لا تتهاوني أبدا في أي حق من حقوقك ولا تسمحي أبدا لأي حد أنه هو يهينك لأن انتي لو تهنتي أكيد مش هتقدي كل اللي عليك وإحنا عايزينك تكوني الجوهارة المصونة اللي بتنور مجتمعنا وبتنور الدنيا كلها جديك يا دكتورة من 4000 سنة بتاع حطب قالك مومة جدة بيقول لي ابنك عاملها بالإحسان لا بالقوة والتغيال وقدم إليها الظهور يعني شوف جدك أدرك أن تعملها بالإحسان وقدم لها الظهور أكيد وكل تاريخنا الفرعوني لم يسجل لبردي ولا مسجل بالعرف ضد المرأة فقط غير مؤمرة الحرين حتى لما اكتشف الملك رمسيسي الثالث أنه عنده مشكلة هذا الرجل سبها لقاضيها لقاضيها الطبيعي فأرجوكم بلاش عنف اتكلموا مع بعض اعودوا مع بعض وترجع مصر جيد بكل نقا لا لنوعنف عزيز المشاهد وفي نهاية الحلقة أحب أن ألقاكم إن شاء الله لأسبوع القادم على كل خير بإذن الله لكم مني كل التقدير والحب والإحترام كانت معكم دكتورة ميرفا سليمان أستاذ مجدي شاكل وعلى إيدك وعلى إيدك اتعلمنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة